السلام عليكم اليوم احضر معكم معسلة رمضانية المقروط على الشكل الجديد كي يجي مزيون بزاف وكيدوف الفم كي يجي يرطب وشارب العسل خليكم مع المقادر والطريقة تحضير فرجة ممتعة. عندي هنا هي 800 جرام ديال التمار التمار بنوعية جيدة يكون ارتب يكون ارتب وغادي نقشروها عن حي دلو قشر دياله كامل باش غادي نعجنو اه هيدا بلا من طيبو بلا والو يعني غير من عن حي دلو قشرة غادي نعجنو عندنا ملعقة زبدة كبيرة وملعقة ديال القرفة وعندي واحد جد ملعقة كبر ديال الماء الزهر غادي نخلط مزيان ديك الزبدة مع التمار غادي نعجنو مزيان حتى كنحصل على واحد العاجين متماسك يعني كنقند لك فين لك فيه حتى كنعجنو بلا ما كتطيبو ولا ولو كيجي مزيون بزا في الماضاق وكتعرفو اش كتاكلو حسن من هدك اللي كيكون معجون كيتبع جايز صافي كن نحصل على هد القاوم هادا صافي غادي نضيف له واحد مية جرام ديال الجوز او القرقع مطحون القرقع كيواتي الطمار وكيجي فيه واحد ماضاق مزيون بزا في المقرط غادي نخلط مزيان ديك الطمار مع القرقع صافي كنحصل على هد العاجين هادا غادي نخليه يرتاح وغادي نشكلو كوائرات عندنا يا عشرة جرام في كل وحدة وده بغيت تتعدلوهم كبارين كانت عملوه تلتاش قرام اه يعني تلتاش تانا ربعتاش قرام انا عملتهم هيدا صغارين غير عشرة جرام في كل وحدة صافي كان بقى مستمره هيدا وكنغطيهم وكنخليهم جانبا بايد من كان نحضروا سميدة عندي هنا ciao كيلو دي سميدة عندي هناا سبعمائة جرام دي السميدة هاد النوع سميدة اه وعند هنا اه كيس ديال غاني وملعقة ديال ملحة صغيرة وعندي نص كاست ديال الماء الزهر خلطهم معهم باش يدوبوا عندي هنا هاد النوع للزبدة اللي استعملت عندي هنا اه ميت ين جرام ديال زبدة في ستم pallad cruise في ستمية غرام ستمية عندي ستة ديال الكوس ديال اه سميدة. وعندي هنا اه نص كاس ديال زيت. وكننخلط مزيان كنرمل ديك سميدة مع ديك الزبدة والزيت حتى كان يعني كتشرب لي كاملة ديك سميدة ديك الزبدة والزيت. الزبدة تكون من الاصل الحيواني احسن اه كتجي مزيونة بزيب كتجي لديده في نفس الوقت. عندي هنا ايه نص كاس ديال سكر غلاسي سكر اه سكر غلاسي. وعندي اه نص كاس ديال الدقيق. عندي نصف كاس ديال الدقيق. وعندي ملعقة ديال الخميرة. ملعقة صغيرة ديال الخميرة الحلوية. هي ديك تخليها رطبة وكتخليها شيشة في نفس الوقت ما تجي شي قاسحة. صافي كنخلط مزيان حتى كن كتتخلط لي مزيان ما كت يعني كيدوب ديك السكر غلاسي وديك المواد كل شي اللي اضيفت له. صافي كان بقى نخلط مزيان. داب هنا هي كنضيف ديك الماء الزهر اللي عملت فيه ملعقة ديال شوي يجد الملحة واحد كيس ديال فاني داب فيهم. عندي واحد كاس ديال الماء عادي الماء بارد عادي. كان نضيفه كان بقى نخلط كان جمع به الخالط. يعني هنا عندي كاس وواحد ملعقة اه كبيرة. صافي كان خلط مزيان اللي كتحسوا بقي اه بقي عندكم قاسحة كتزيدو له شوي يجد الماء. صافي كان انا عندي هنا يلكس واحمي العاقة كبيرة اللي داتلي اه سميدة. كان خليها هيدا. غب اصابع ديالي كان عوطة. صافي وكان شكلها. صافي هنا كان شكلها اه الكويرات اه عندي هنا تلتاشر قرم. في كل وحدة عملت فيها تلتاشر قرم. صافي كان بقى اه هيدا كان نشكل الكويرات. كان خليهم يرتاحوا. صافي وكان بدان اه نشكل الكويرات ديال التمر في الواسط ديال اه سميدة ديال العجين تسميدة. صافي كان بقى نضغط مزيان باش ما كيبقاش فيه الهواء ما بين التمراء والعجينة تسميدة. صافي كان بقى نضغط مزيان وكان نشكل الكويرات صافي وكان بقى نشكلها مزيان وكان خليها. يعني كان ملي كان شكلهم كاملين كان خليهم يرتاحوا واحد عشرة دقايق او اربع ساعة اه خمسة دقيقة. عادي كان نطبعه. على حسب الجو اللي عندكم. اذا كان الجو بارد ضغيان كي يعني ضغيان كي يرتاح معانا بلا ما اضخوا انت اللاجة بالاول وعند هنا هاد هاد الطابع غادي ينطبع كل شي بهاد بهاد طبعة ده كي يجي ساهل ضغيان كي تشكل معانا اه في هاد الاتنام اللي كان سالي كل شي الكيمية اللي عندي كان خليها واحد نصف ساعة اه غير هنا فوق الطاولة وكان خليها حتى ما كان غطيها شي كان خليها هيدا صافي كان خليها واحد نص ساعة عاد نبدأ نقلي حتى كانت نشف صافي بعد ما نشفت لي كان جيب الزيت هنا عملتها في الكاسويلة وصافي كانت تسخون وكان بقى نعمل لغي بشويش بشويش صافي هنا كان عمل واحدة ربعة ولا خمسة ولا على حسب الكاسويلة انا عندي الحجم الصغير صافي كان بقى نقلب بشويش بشويش احتى كان نحس على اللون الدهبي ما يكونش يحمر بزا ما تخليه شي اه يتحمر زيان باش ما يقسح شي معاكم صافي اغي كان نحس باللون الدهبي يعني بجوز الجيهات صافي وكان حيد هنا يكن استمر لكان نقليه اه تنقليه الكمية الكمية كاملة وكان وكان ضيفه في العسل يعني من الزيت العسل ديرك يكون العسل يكون سخون شتيته غير كي يسخون العسل كتصخنه وحشويش ما كي يغليش يغير يسخون صافي وكت اه كتبقوا تعملوا ديركت من من الزيت كتقطروها من الزيت وكت اه طفيوها في العسل صافي هنا يكن طفيها في العسل اه ضيفت اه ضيفتها في العسل اه هنا يكن يدي صافي لي شابر التليفون وضغيان حيتو من العسل صافي هالشكل نهائي بعد اه ما عملته في في طبس التقديم كي يجي على هالشكل هادا كي يجي مزيون كي يجي شيش اه دايب يعني ديك العسل شارب العسل كتخليوها في العسل حتى كتشرب كتغطيوها نخليتها واحد واحد ساعة المغانة في فاخر في العسل صافي وحيتها او لك تخليوها ليلة كاملة في العسل عاد كتتخبعوها صافي هنا يكيد تسالي لنا بالفيديو كانت من الفيديو يعجبكم كانت من الوصفة تزال تعجبكم سلام عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة